لما كلمتك في بداية الحلقة وقلت لك السيسي بيغرق ما كنتش ببالغ أو بروج مخدرات زي ما الناس بتقول لكن احنا بنتكلم على مشاكل كبيرة جدا بيواجهها عبدالفتاح السيسي فين؟ بيواجهها في المعارضة، في القنوات اللي في الخارج، بيواجهها في الولايات المتحدة، في الجارديان، في اليونسكو، لا الحقيقة عبدالفتاح السيسي بيواجه مشاكل داخلية في جهاز المخابرات العامة المصرية ايوة زي ما حضرتك سمعت كده المشكلة المرة دي من داخل جهاز المخابرات العامة المصرية اللي بيديره صديق عمرو عباس كامل وبينوب عنه في إدارته محمود عبدالفتاح السيسي ايه اللي حصل؟ موقع أفريكا انتليجنس وهو موقع استخباراتي فرنسي شهير وموثوق اللي اتنين بس عشان في شوية عيال دخلوا على تويتر النهاردة الصبح علك اي موقع استخباراتي فرنسي كبير وموثوق علشان بس النقطة دي مهمة قوي قال ان فيه ستة من الزباط المصريين الصورة تظهر قدام حضرتكو على الشاشة قال ان فتاح السيسي بيواجه موجة من الاستقالات على مستوى القيادات في المخابرات العامة المصرية ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ او ايه قصة الاجتماع ده؟ تعالوا نشوف مع بعض كده التفاصيل استقالة ستة من كبار الزباط في المخابرات العامة المصرية يوم 23 اكتوبر 2022 حصل اجتماع سري في اروقة المخابرات العامة المصرية الاجتماع ده كان حضره ستة من قيادات المخابرات العامة المصرية من كبار قيادات الجهاز الاخطر في مصر وانتهى باستقالة القيادات زي ما قلت الستة دول قعدوا مع رئيس المخابرات العامة وظل عبدالفتاح السيسي اللواء عباس كامل كان ايه الموضوع ايه اسباب الاجتماع زي ما هنشوف كان الناس دول او الستة دول مستقين من عبدالفتاح السيسي اللي بيتجاهل تقاريرهم المتكررة التقارير دي كان فيها مشكلتي بتحذر من خطورة السياسات الاقتصادية التي ينتهجها السيسي واللي سموها في الاجتماع سياسات التقشف وبتحذر من الغضب الشعبي الموجود في الشارع يبقى احنا عندنا ست زباط قعدوا مع عباس كامل اقول له عباس بيه ما ينفعش اللي بيعمله الراجل غلط اللي بيعمله الراجل احنا مستقين منه بيتجاهل تقاريرنا فورا عباس كامل واضح انه معرفش يتفق معهم اتصل بعبدالفتاح السيسي وهم في الاجتماع وقال له يا ريس قاعد قدامي فلان وفلان وفلان الستة اللي قاعدين وعندهم مشاكل ومتديقين من كذا وبيقولوا في مخاوف من الشعب وفي تقارير السيسي الحقيقة سخرة من هؤلاء جميعا واستخف باللي بيقولوه وقال جماعة احنا ما فيش عندنا الكلام ده ولا في مشاكل ولا في اي غضب شعبي ولا اي حاجة الاجتماع انتهى باستقالة الضباط الكبار من المخابرات العامة المصرية الفكرة هنا انا الحقيقة مش عارف هو لما الاجتماع خلص حصل فيهم ايه يعني عفتاح السيسي مش الراجل اللي هو حد يقوله انا مش لعب معك فيسيبه ويمشي لا يعني دول يا اما مثلا اتقبض عليهم يا اما هم اللواتي في السجن يا اما تقتلوا الله اعلم انا فعلا ما عرفش لكن التقرير بتاع افريكا انتليجنس بيقول ان الست زباط كانوا عبارة عن ايه اربع لواءات اللي كانوا حاضرين الاجتماع اربع لواءات هم من قيادات الصف الاول في المخابرات العامة المصرية وتم تولياتهم المنصب ده ايام مبارك وكانوا مقربين لرئيس المخابرات السابق خالد فاوزي اللي هو كان مقرب من عمر سليمان اللي تولى هذا المنصب من 2014 ل2018 وكان في اتنين كمان من اللي قاعدين بردبة مقدم افريكا انتليجنس بتقول ان الاجتماع السري ده والاستقالة دي جات بعد اسبوع واحد فقط من تقرير استخباراتية تانية قالت ان فين زعكش دي جدا وغضب بين قيادات في المخابرات والقوات المسلحة المصرية من قصة ان الامارات بتهدد قناة السويس ازاي ان السيسي مدي الامارات ده اخضر للاستثمار والاستحواذ وبيع اصول متعلقة بقناة السويس المصرية والامر ده ازعق قيادات في الجيش المصري وفي المخابرات المصرية المخابرات العامة تحت وقالت ان ده شيء مزعق جدا بالنسبة لهم طيب هنا دي قصة الاجتماع دي قصة الاجتماع السري اللي حصل في المخابرات العامة المصرية وانتهى باستقالة ستة من كبار قيادات القوات المسلحة المصرية باقي تقرير افريكا انتليجنس بيكلم على تحليل بقى البيانة المفاجئة من محمد انور السادات بعدم ترشح السيسي لفترة جديدة المشاكل دعوات التظاهر ل11-11 على مواقع التواصل الاجتماعي كمان اتكلمت على الضغوطات اللي بيعاني منها النظام وبيتعرض لها والفضائح الموجودة في الصحف العالمية بمناسبة استضافته قمة المناخ وتجهله لملف حقوق الانسان الخلاصة كما قلت عبدالفتاح السيسي يغرق مين اللي هينقزه المراضي اتمنى ان يتم انقاذ الحي اتمنى ان يغرق بالفعل في كم المشاكل والمصائب اللي لبس فيها البلد اتمنى ان كلام افريكا انتليجنس يكون صحيح ودقيق وبذل الستة يستقيله بستين وستمية يسوهالو ينطم المركب ويغرق هذا الرجل لان هذا النظام قد دمر البلاد بشكل كبير وانا اتحدى سيادة اللواء مدير المخابرات العامة وسيادة المعرفشة وعقيد والعميد ابن عبدالفتاح السيسي ونائب مدير المخابرات العامة انهم يطلعوا يكذبوا الكلام ده هم كل اللي هيعملوه انه هيطلقوا علينا الصبيان بتوعهم على تويتر تحيا مصر سقور المخابرات العامة قال مش عارف ايه قال ايه الخلاصة عبدالفتاح السيسي يغرق من الداخل موسيقى